السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله جميعا ويا أهلا وسهلا ألاحظ أنه في كثير من المواقع التواصل الاجتماعية وفي القروبات والأشياء هذه أنه الكثير من أخواننا وأخواتنا الكرام يحكمون على أسمدة معينة بجودة الأداء أو بسوء الأداء والحقيقة أنه هذا الأمر مزعج وليس منصف بدقة بادئ الأمر جميع الأسمدة بعون الله سبحانه وتعالى لم تنتج ولم تصنع إلا بناء على دراسات وبناء على قراءات معينة لذلك بعون الله سبحانه وتعالى الجميع مفيد لكن وين مشكلة أو الخلل؟ الخلل في طريقة الأداء في كميات الإضافة في مناسبة هذا السماد لمرحلة النمو في الظروف الجوية المحيطة في الماء اللي تم إضافة هذا السماد له في البي اتش تبع الترب يعني في عدة أسباب قد تجعل من هذا السماد ناجح وقد تجعل من هذا السماد لديه مشكلة لكن لو قلنا أنه جميع الظروف مناسبة والآن حان الوقت أن نختبر أداء سماد معين من أجل أن تختبر سماد معين وتخرج بقراءة مقنعة نوعا ما لابد أن تتبع نظام المجموعات ما هو نظام المجموعات لاختبار الأسمدة أو المحاليل؟ أولا لابد أن يكون نوع الشتلات أو البذور المستخدمة كلها نوع واحد أيضا لابد أن تكون كمجموعات يعني ما ينفع أنه أنا أخذ لي مثلا ثلاث شتلات زي هذه وأعمل عليها اختبار كل شتلة لوحدها لا ربما الشتلة هذه تصيبها مرض فطري ربما حشري ربما عيب في نفس البذرة فيعني ما تعطيني قراءة جيدة مع السماد فلذلك أنا أقوم بالإساءة إلى هذا السماد أو إلى هذه التربة أو إلى هذه البذرة لذلك نظام المجموعات هو نظام معين بعد الله سبحانه وتعالى بحيث أنه يعطيك قراءة طيب كيف نظام المجموعات؟ أقل المجموعات دائما تقريبا من 9 إلى 15 مجموعة تلاحظون عندي هنا نبات البونيكام وهو نبات قوي في الظروف الجيدة راح يعطي أطاء خرافي ولكن في الظروف الصعبة تبدأ تختلف الآراء لو عدينا هنا راح تشوفون 1 2 2 3 4 5 5 في 3 هذه تعتبر مجموعة واحدة وطبق عليها سماد معين في مرحلة نمو واحدة في ظروف متشابهة هذه المجموعة الثانية 15 هذه المجموعة الثالثة 15 هناك المجموعة الرابعة 15 وهنا المجموعة الخامسة في الخلف ثم السادسة وهنا أبدأ بالاختبار يجب أن تقيد كميات الأسمدة بالقرام كما أعطيتها قرام على كم لتر ماء كم لوحة الأملاح عفوا كم لوحة كم لأملاح في الماء بعد إضافة السماد كما أصبحت الأملاح السقية متى كانت صباح وعصر أو صباح فقط ما هي النتائج التي ظهرت على النبات أيضا التسجيل والتوثيق مهم جدا سواء بالورقة والقلم أو بالفيديو وهذا مهم جدا لو خذنا نظرة من الأعلى تلاحظون هذه مجموعة هنا مجموعة ثانية مجموعة الثالثة الرابعة الخامسة السادسة وندون جميع ما عملنا من أجل أنه نخرج بنتيجة التخبط اللي حاصل عند الأخوة والأخوات الكرام في تقييم الأسمدة وأداء الأسمدة أنه أنا يكون عندي ما شاء الله شتلة جميلة مثل هذه ما شاء الله نموها جيد وما عندها أي مشكلة أضيف لها عشرينات متوازن مثلا ما شاء الله تمشي يبدأ التصريح بأن العشرينات متوازن هو أفضل سماد لهذه النبتة وهذا غير صحيح طيب لأنه لو أنت أضفت مثلا عالي الفسفور أو عالي النيتروجين أو عالي البوتاسيوم أو أي سماد آخر ربما يعطيك أيضا نفس النتائج لذلك نحاول أن نبتعد عن التصاريح هذا جميع الأسمدة بعون الله سبحانه وتعالى مناسبة المهم أن نهتم بمرحلة النمو نهتم بكمية السماد المضاف للماء نهتم بنوع الماء نهتم بنوع أيضا الوسط الزراعي لما شخص يكون عنده مثلا تربة ألمانية زي هذه غير لما مثلا تكون خليط من الترب زي هذه غير لما تكون من الترب يعني السيئة أو القوية اللي زي هذه طينية وصودية أيضا هذه أنا جبتها من الاستراحة عندي في العمارية يعني تربة سيئة جدة ففرق بينما أنا أستخدم سماد عالي لنيتروجين مثلا هنا أو هنا أو هنا تمام؟ ما أجي أخذ سماد العشرين لاته متوازن وأضعه على هذا وهذا وهذا وهو قيم هذا نوع ماء من العدد لذلك بارك الله فيكم جميعا لا بد أن تتبع نظام المجموعات بدرة لجميع الأصناف هذه كلها من كيس واحد البذور أيضا مراحل النمو كلها كانت تمر بمرحلة نمو طبيعية الأطوال والأبعاد كلها متساوية بعد ذلك يكون عندي مثلا العينة هذه لا تروى إلا بماء العينة هذه راح أستخدم معها مثلا العشرينات المتوازن هذه راح أستخدم معها عالي النيتروجين عالي الفسفور عالي البوتاسيوم راح أستخدم هنا مثلا السماد العضوي راح أستخدم الطحالب البحرية سماد السمكي السائل أو غيره جميع الأمور هذه على عدد تقريبا 15 عينة بعون الله سبحانه وتعالى راح تجعل عندك نوعا ما من التقدير الجيد لأداء هذه الأسمدة وليس أن أنت أصبحت مختبر لا ولكن هذه الطريقة الصحيحة وليست أن أنت تحضر شتلة واحدة زي هذه وتبدأ في التقييم صراحة أنا ألاحظ يعني كثير من أخواننا وأخواتنا الكرام يجتهدون في هذا الأمر وفي التصاريح والإصرار أن هذا هو السماد وهذا هو العمل وهذا هي الطريقة هذا أمر غير صحي نحن نحاول أن نتعلم دائما لا بأس أختي الآن بكرة أختي أيضا بعده أصيب وأبدأ أصحح لنفسي وأصحح للناس أيضا ربما يوجد عندي في قناتي في اليوتيوب تقريبا ثمانمائة فيديو ربما يكون مثلا نسبة عسرة في المئة منها فيها معلومات خاطئة ما يمنع ولكن مع الأيام ومع التقدم أنت تطور من نفسك وتحس من نفسك بشكل أفضل إن شاء الله سبحانه وتعالى يوفقنا وإياكم طبعا أنا أجري بعض التجارب الخاصة ولذلك تلاحظون نبات متفاوت في الألوان وفي الأداء وطبعا التجارب هذه كلها داخل بيت محمي أيضا يوثق هذا أن التجربة تم عملها داخل بيت محمي لما تعملها في أراضي مكشوفة توثق أنه تم عمل هذا في أراضي مكشوفة كل هذا معين لك بعد الله سبحانه وتعالى إذا أردت الاستمرار في المجال الزراعي تصبح قادر على اختيار السماد المناسب على التقييم الأداء على معرفة الاحتياج كل هذا مهم جدا أيضا لا ننسى القراءة ومتابعة القنوات المفيدة سواء في اليوتيوب أو على التلفزيون مثل قناة مصر الزراعية وبعض القنوات وإن شاء الله يكون قريبا عندنا في السعودية قناة زراعية تهتم بشأن المزارع السعودي سأل الله سبحانه وتعالى وفقنا إياكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة